اليوم اختحنا هذا المشروع المهم مشروع محطة بعمارة الغازية الدورة المركبة هذا من المشاريع الستراكيجية لأنها تساهم في تقليل صرفيات المواسنة التشغيلية وخصوصا ما يتعلق باستيراد الغاز في السعراض نعلاميها هو السوداني يعيد بالتوقف عن استيراد الغاز الإيراني خلال ثلاث سنوات بافتتاح محطة للطاقة الكهربائية في ميسان السعراض فنده عراقيون مؤكدين على أن السوداني لا يكتفي ببيع الوهم والوعود الزائفة للمواطنين بل عاد افتتاح نفس محطة الطاقة الكهربائية في محافظة ميسان التي سبقا افتتاحها سلفه مصطفى الكاظمي في حزيران عام 2022 محاولات السعراض للسوداني هي محاولة لتهديئة الشارع العراقي الغاضب من الفشل والفساد الحكومي في معالجة ملف الكهرباء بعد عشرين عاما من عهود ووعود بدت مثيرة للتهكم في الأوساط العراقية بسبب منقضتها لتصريحات وزير الكهرباء الحالي عد الكريم التي أكد فيها على أن العراق أمام مستقبل ضبابي في ملف الطاقة الكهربائية سينعكس سلبا على حياة المواطن بسبب حاجة البلاد للغاز الإيراني لمدة ست إلى عشر سنوات مدونون عراقيون استهجنوا تصريحات السودان قائلين أن رئيس الحكومة مصمم على عدم إعادة الكهرباء للعراق بتواطئ مع أحزاب السلطة وميليشياتها من أجل بقائه في المنصب والسمرار سرقة الأموال خبراء الطاقة بيانوا أن أساس المشكلة التي يعاني منها العراق في إنتاج الكهرباء يعود إلى سياسة الخبيثة التي انتهجتها حكومة المالكة حين وضعت الكهرباء في العراق رهينة بمدى الرضا إيران عن إساسة العراقيين مشيرين إلى أن إيران لا تسمح حاليا بالسخراج الغاز العراقي ولا بالربط الكهربائي مع الدول الجوار وأن أي حكومة تقف بالضد من أوامر طهران ستجد نفسها ماما عملية أرهابية تسهدف خطوط نقل الطاقة وأبراج الضغط العالي كما حدث في صيف عام 2021 من خلال تحريك ميليشياتها في العراق ملف الطاقة في العراق مزمن وملئ بالوعود الحكومية فمنذ سنوات والمواطن العراقي استمعوا إلى الأحاديث الواهية بأن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي وسيصدر الكهرباء إلى جواره لكنه في الواقع يعيش أزمة مستمرة لطاقة الكهربائية يفاقمها صيف لاهب ودرجات حرارة مرتفعة ترجمة نانسي قنقر